في موسكو حطت هذه المرة طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيت الزيارة ومدتها القصيرة التي لم تتجاوز يوما واحدا يظهر أهمية ما في جعبة الرئيس التركي ويثبت نقاط اتفاق مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبالتحديد بما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من سوريا أردوغان لم يتردد في الإعلان عما اتفق عليه مع ترامب مؤخرا بعد موجة تصعيد بين الطرفين انتهت بموافقة واشنطن على إنشاء أنقرة منطقة آمنة شمالية سوريا وشنها عمليات عسكرية هناك وسط تطمينات إضافية أعطاها أردوغان لترامب بمحاربة تنظيم الدولة وحماية الأكراد بالمقابل يظهر أن لدى بوتين رؤية أخرى قد تبدو أقل حدة من ترامب لما تريد أنقرة شمال شرقي سوريا لأنه يعرف تماما أن واشنطن يمكن أن تماطل بالانسحاب كما فعلت سابقا في العراق ولن تسمح بتغيير المعادلة في سوريا بسهولة لكن النقطة الحساسة بالنسبة لبوتين هي إدلب حيث أبدت موسكو امتعاضها مؤخرا من سيطرة هيئة تحرير الشام على مناطق في إدلب وهو ما يعني بشكل أو بآخر خروج تلك المناطق من اتفاق خفض التصعيد كون هيئة تحرير الشام لم توافق عليه أصلا ويفتح الباب واسعا لشن عملية عسكرية رويسية هناك قد لا ترضي الحليفة التركي الذي يريد لإدلب الهدوء وإعادة الإعمار عثارة قد تدفع أردغان للتحرك سريعا لإنجاز اتفاق ما بشأن إدلب يفضي إلى إنشاء جيشا وطني لطالما تحدثت أنقرة عنه وأجلت تشكيله حتى اكتمال سيطرتها والجيش الحر على الحدود الممتدة بين البلدين لكن هذه السيطرة لن تتم حتى تنفذ أمريكا ما اتفقت عليه مع تركيا وبخلاف ذلك قد تشرع أنقرة دون موافقة واشنطن بعملية عسكرية للسيطرة على منبج ترفع التوتر الدولي في سوريا إلى أعلى مستوياته ترجمة نانسي قنقر